رسالة روميا إذا كنا نتكلم في التبريغ في رسالة روميا رسالة روميا بتبدأ في الأصحى الأولاني وعدد 18 لأن غضب الله معلن من السماء نعم على جميع فجور الناس وإثمهم بعد كده بدأ يجيب الأسباب الأسباب وأسباب قانونية أيها لأن الرسالة دي بتحضرنا قدام المحكمة الإلهية بحجج قانونية يدركها الله أكيد الله يدركها ويدركها الإنسان يدركها الإنسان الاتنين الله والإنسان فما اقدرش آجي جدام الله وقول له أنا معرفش لأنه أعرف لأنه بيكمل يعني بيقول معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم وبعد كده بدأ يتكلم عن أسباب لأن معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم الخليقة من حولنا تقول أن الله هو الخالق والضمير في داخلي والفطرة الإنسانية بتقول لي الله هو الخالق لما اتجه إلى عبادة وسنية ماذا يقول لي عقلي وماذا يقول لي ضميري بيقول لي أنت مخطئ لما الله يقول لي لا تجذب وأنا أجذب والله يقول لي لا تقتل جبلت يا أخ نظر قتل بعد القتل لتاب ورجعوا للمسيح كل مرة يقتل يشعر بالذنب العميق الداخلي تراكم الظنب في داخله بيقودوا إلى الانتحار حتى لو بيعمل هذا الشيء من ناحية دينية حتى لو بيعمل هذا الشيء من ناحية دينية لأنه لا يمكن أن الله الذي قال لا تقتل يوافق ضميره عندما يقتل لا يمكن يشعره بالسلام لأنه في يحنى 16 المسيح بيتكلم عن ناس بتقتل أو يسلمونكم إلى المجامع يقتلونكم يقتلونكم وبيفكر أنه عم بيقدم خدمة لله نعم هو بيفكر كده يا ترى لو تفكيره صحيح وفعلا من الله المفروض لما يقتل يا أسيس نظار يفرح ولا يشعر بالذنب لو ده حقيقي من الله إحنا لما بنعيش الوصايا الإلهية بنفرح ولا بنحزن بنفرح طب هو لما بيقتل إذا كان بيقدم خدمة لله إذا كان ده حق خدمة لله مفروض الله يفرحه يعزيه يسنده يشعر بالسلام لماذا عندما يقتل يشعر بالذنب العميق الداخلي وتراكم الظنب يقود وعايز يقوده إلى انتحار أنا جبلت ناس زي كده لحد ما تجبله مع المسيح لأنه فعلا موضوع مهم يعني آسف برضو أنا كمان ذكرت حادثة أخت عملة إجهاد نعم من أكثر من أربعين سنة نعم واليوم هي عجوز ومازالت تشعر بنفس الزنب والإحساس ضميرها عم بعذبها على الشيء اللي عملته لأنها ارتكبت شيء ضد الضمير الضمير المحكمة الداخلية الضمير الذي يقوم بعمل محكمة كاملة يقوم بدور الشاهد ضمير يشاهد بوليس يقول كده يقوم بدور وكيل النيابة مشتكية ضمائرهم أو يقوم بدور المحامي المحتجة يقوم بدور القاضي يقوم بدور وكيل النيابة إذا كانت ضمائرهم تبكتهم محكمة كاملة داخلية في قلب الإنسان ليدرك زنبه قدام الله وبالتالي أدركت أن أنا مزنب مشان هيك كان في صرخة في سفر أيوب كيف يتبرر يعني فيه إحساس يعني وأشواق في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر